طلحت لكم من سنتين بفيديو حاجة كده كنبلا عملتوا على قناتنا التانية وصفة وتركيبة والحمد لله حقق المليون مشاهدة كنت عاملة فيديو عن سر من اكبر اسرار مراكز البيوتي سنتر في مصر حاجة كده كانت كنبلا في ازالة تشاؤقات القدمين ترطيب الرجل كانت بترجع حرفيا رجلك شبه رجل الاطفول لو انت لسه ما شفتش الفيديو ده الفيديو ده موجود على قناة وصفة وتركيبة وانا اللي عاملها هناك بنفسي بجد طريقة كنبلا في ان هي تخلي كعب رجلك حرير حرفيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الغليين اخبركم ايه احنا امراض في المجرة كلها وحشتوني يا رب دايما بخير وبصحة وسعادة وهنا زي مقلت لك يا امر كنت عاملة فيديو جامد جدا من سنتين تقريبا على قناتنا التانية وصفة وتركيبة الناس اللي لسه مشتركوش هناك يكتبولي في التعليقات ابعت لهم اللينك ينورونا والنهاردة هنعمل مع بعض فيديو برضو كنبلا علشان خاطر الناس اللي عندها تشاؤقات في القدمين بدل ما اروح بقى اعمل اي باتيكير في اي كوافير برقم دلوقتي والحالة الاقتصادية في زمة الله لا هخليك تعملي باتيكير في بيتك بطرق سهلة جدا حاجة كده مش هتكلفك اي حاجة وحرفيا من اول مرة كعب رجلك هيكون حرير هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ في الوصفة بتاعتنا الامرات اللي انضموا لنا جديد او الامرات اللي اول مرة يشوفونا اول تعليق يا غالية بيبقى فيه 26 ملف حاجات للشعر حاجات للبشرة ملف للنظر ملف للتسمين ملف للتخصيص ملف فيه منتجات الصيدلية الرخيصة ملف للطب البديل حاجات كده 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 اوي ضروري تبص على اول تعليق بعد ما تخلص معايا الفيديو اول حاجة يا نور عيني عاوزة شوية اول حاجة تجيبي طبق كبير ياكل طبعا مع عيس الرجلين بتوعك لما تحطيهم تمام كده انا مصغرة طبق عشان بس الحيز بتاع الكامير يطلق يارك يطلق كويس بعد كده هنجيب شوية من المية السخنة او المية المغلية وحضرتك تكون تقدري انك انت تحطي الاول كده بتجسيها بصباعك اه هقدر احط اصباعي فيها فبتبدأ انك انت تحطي فيها المكونات مش يا فرحتي اجيب مية مغلية احط رجلة تتحارق ادعي اقعدني على رشا انا مش نقصة انا مش نقصة دعا يا بنتي سيبيني انا ماشيا بالمسكنات وربنا اللي علم بحالتي عاملة ازاي فانت حضرتك قبل ما تجربيها بتحط اصباعك اه قدرت استحمله بتروحي نازلة برجلك مش تغلي الحلة وتروحي نازلة برجلك وغلاسة كده تمام تمام اول مكون معانا وكان عادة يا سادة زي ما انا معوداكم هقول لكم على بدايل عشان ما حد تشتري حاجة من برا اول حاجة هنا يا امر عاوزين شوية من الشور ما عنديش شور يا راشا حطيه لشوية من الشامبو ما عنديش شامبو يا راشا حطيه لشوية من مسحوق الغسيل البودر تمام يبقى شوية من شور عندك شور الجزر اللي احنا عاملينه مع بعض اللي كان موف ده فاكراه ويه عندك الشامبو التخمير اللي احنا عاملينه كان حاجة كده كنبلة ما فيش احلى من كده تاني ويه عندك يا نور عيني الاا مسحوق البودر بتجيبيه من عند اي محل منظفات ممكن تحطيه. تيجي واحدة اول مرة تشوفنا تقولي يا رشا انت بتهرجي هنحط مسحوق غسيل بودر في رجلنا. يا غالية ده دي كانت اكبر تيركة نزلت كده في تاريخ اليوتيوب. دي اللي هو يعني من ضمن الاسرار برضو بتاعت مركز البيوتي سنتر. انك لما تروحي بيوتي سنتر محترم والناس اللي بيفرجوا عليها عارفين كده. بيكون حطلت لك في قلب المية معلقة ايريال معلقة برسيل. الحاجات دي. دي حلوة قوي ان هي بتشيل معانا الجلد الميت. بتدي الرجلك بيض امر قوي بلاصل نزام قلتلك انت تخلي الجلد الميت يطلع معاكي بسهولة. لا يا رشا انا مش عاوزة فاتي اذا انا مش عاوزة معلقة المسحوق دي ما فيش مشكلة. اللي يعجبك هاتي شوية شور زي ما احنا حطينا كده او شوية شامبو ارميهم هنا. تمام? يبقى شوية مسحوق غسيل لشوية شور لشوية شامبو. اللي يريح معديكي لو انت هتسمعي مني كراشا بتحطي معلقة اريل بتديكي حاجة كده روعة لو انت ما كنتش لسه جربتي الحركة دي. تمام? تمام. تاني مكوم معانا يا غالية طبعا وهو معروف جدا. الا وهو ملح الطعام. ملح الطعام هنا ليه كزا وظيفة منه تعقيم للرجلين تطهير للرجلين طول النهار لابسة اولادي لابسين القدشي او انا في الشغل بتاعي لابسة الشوز بتاعي فبيرجع على اريحة رجل مش لطيفة الناس اللي عندها فطريات في رجلها جزق عنده فطريات في رجله بيرجع ريحة شرابه مش لطيفة كل ده معلقة ملح هتحل لك المشكلة ديت. لان الملح زي ما قلت لك قبل كده زي مطهر كده يا نور عيني لما بقول لك ناخده لما يكون عندنا التهاب في الحلق ناخده لما بيكون اه بنتمضمط بيه لما يكون عندنا التهاب بنتمضمط بيه لما يكون خلعين درسنا عشان يلمل للتهاب وهكزا. فمعلقة من الملح هنا حلوة جدا وخصوصا للناس اللي بيبقى فيه فطريات في القدمين. هنحطي منه كده في حدود معلقة. طبعا الملح حلو جدا بيسحب منك التعب كان زمان ايام ما كان فيه ستات حلوة ورجالة حلوة برضو. مش كل حاجة عالستات. ايام ما كان فيه رجالة حلوة يا بنتي زمان قبل ما يموتوا في تلاتة وسبعين والحاجات دي. فكنا بنحط لهم رجلهم في مياه بملح. تمام? عشان خاطر تسحب اللي هو التعب بقى بتاع طول اليوم والكلام دوت. النبي كانت الستات حنينة. وكانت رجالة حلوة. تمام? يبقى معلقة من الملح. برضو هتشيل معايا الجلد الميت. بلاصة انها هتشيل منك التعب اللي في رجليكي تعقيم للرجل زي ما قلت لك اللي احنا حكينا فيه ده من شوية. هنزل على المقونات دي بايه? هنزل النهاردة يا نور عيني بمكون جديد من نوعه قد تكوني ما سمحتوش قبل كده في اي وصفة بذكير. الا وهو يروح قلبي النشادر او الامونية زي ما بتقولوا عليها في الدول العربية. النشادر او امونية. النشادر او الامونية دي اللي احنا بنحطها لما نيجي نعمل بسكوت. ما ينفعش تعملي بسكوت العيد كده كل سنة وانت طيبة من غير لما بنحط فيه شوية من النشادر. النشادر دي لما بيكون حد مغمى عليه بيحطوها بسرعة كده على ما نخطيره عشان يفوقوه بسرعة لما يكون حد مغمى عليه. النشادر من الحاجات رهيبة جدا 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 بحتى لو انت استخدمتها في وصفة منظفات تديك تفتيح رهيب وتنظيف رهيب وازالة للحاجات كده برضو نفس الكلام لما تيجي تستخدميها على رجلك. هتشلك الجلد الميت في سانية لسانية حرفيا بلس انها تدي رجلك تفتيح رهيب وحاجة روعة. هتيجي واحدة قاعدة تتفرج عليها تقول لك ايه ده بس انا سمحت قبل كده على حد على اليوتيوب قال ده النشادر خطر ومش خطر. النشادر للمرة المليون بعد المليون الاولاني بيقول لحضرتك النشادر مش خطر. النشادر لو خطر ما نحطهاش بقى على البسكوت لما هي خطر. الخطر كان ساعتها فيديو كده بيتكلم انك لما تكون بتعملي حاجة فيها كلور ما تحطيش معها نشادر ما تحطيش معها اي حاجة علشان بيطلع ابخرة. انا ما بخطي الكيش كلور في الوصفة عشان خاطر تقولي النشادر خطر. الكلور لو انت عصرت عليه لمونة هيطلع ابخرة بهد للدنيا. حطيش عليه شوية خلا هيطلع ابخرة بهد للدنيا. انا معايش علاقة بالكلور دلوقتي. اما النشادر عشان بس ايه? مش كل من يلاقي نفسه فاضي يطلع يهبد فاحنا هنمشي ورا هبدو. فعشان تبقي كده نصحة ولما يجي حد يتكلم معك دي يبقى انت كده عفاهمة الليلا ماشية ازاي. النشادر يا نور عيني قلت لك بتحط على البسكوت على عيد زي ما انت فاهمة طبعا. وليس لها علاقة باللي بتقال عنها الا ما هو الا هبد لما بنلاقي المشاهدة قليلة فاي حد يطلع يهبد في اي حاجة وخلاص. تمام? هناخد نص معلقة من النشادر. نشادر هنا حاجة كده امر في الناس اللي عندها تشاوئات قوية جدا. اللي عندها تشاوئات قوية جدا. سدقيني هتشيل معاك كل ده في سانية. حطينا نص معلقة من النشادر. وهنتجيله التقليل. تمام كده? يبقى نص معلقة من النشادر. تيجي واحد تقولك تبير رشة مرحة النشادر مش لطيفة شوية مش بنحبها. ممكن حضرتك تحطي ما كده كده شوية الشاور اللي انت حطاهم ريحتهم تحفة. آآ اللي هم صالة سيدنا محمد. لو حط معلقة اريل بيرضوا رحتها جميلة. فاهم عليها. عايزة تحطي هنا شوية ميت ورد براحتك جدا. تمام? هننزل بقى هنا بعد كده بايه? هينزل معانا يا نور عيني بالمكون الاخراني. هقولك ايه هو? وهقولك اصلا هتستخدمي الوصفة دي ازاي? وهتعملي رجلك بايه? ينزل معاك كل الجلد الميت حرفي. المكون الاخراني اللي معايا غالية انا وهو شوية من الخل بتاع الطعام بتاعنا العادي. هنحط هنا شوية من الخل. اهو. يبقى احنا كده عشان ما انتهشي من بعض. حطينا المية السخنة بتاعتنا. حطينا فيها شوية من ملح الطعام. حطينا فيها شوية من النشادر. حطينا فيها شوية او زي ما قلتلك اريل او بتحطي فيها شامبو. وحطينا شوية من الخل. كده يا غالية اصبحت الوصفة جهزة معانا انك انت تحطي فيها رجلك. تمام? هنزل رجلي بقى في الحالة ديت وهتعودي في حدود نص ساعة ساعة لربع على حسب ما انت كده قلمس كعب رجلي ابصي فعلا الاقي الجلد خلاص طري خالص وهيطلع معي. تمام كده? تمام كده. في الخطوة دي طبعا بيجي دور ان انا هستخدم ايه? علشان خاطر اشيل الجلد الميت. وكان برضو من ضمن التريكات اللي انا علمت هالك ومن الحاجات الامر او اللي انا شخصيا ارتحت عليها وهو انك تستخدمي السلكة اللي استلس. بس علما ان لما اجا استخدم السلكة تكون جديدة بورقتها. افتحها كده من الورقة واطلعها استخدمها. يا رشدنا لسه جايبها مبارح يا دود ده انا ما غسلتش بها لطبق واحد والله لو بصي لو جايبها وراكناها. جايبها وراكناها عادي لكن مش تستخدميها يعني ما تلمس الميا نهائي. افتحها من كسها استخدمها. هتكوني مستخدمها قبل كده وترجح تستخدميها هتعوري بيها كعب رجلك. السلكة اللي استلس مفعولها السحرة احلى ميت مرة من الف حجر طبي هتشتريه من الصيدلية. تكون رجل اكترية كده وجميلة وخلاص الجلد هيطلع. اروح واخد السلكة عن ناشف وامشي امشي امشي بيها هتنزل كل اللي على كعب رجلك. انا شخصيا جربت الطريقة دي ولما عملتها لكم قبل كده في فيديو ما شاء الله كلكم قلت عليها شعرة حرفية. لا يا راشا انا برتاح في الحجر الطبي مفيش مشكلة. انا برتاح في الحجر بتاع زمان اللي كنا بنستخدمه ده عندي برضو مفيش مشكلة. ده انا عندي مش عارفة مبرد ايه كده برتاح عليه برضو برحتك. بس انت لو عايزة تسمعي مني اعمل التركة بتاعت السلك دي نتيجتها هيلة. جالي سؤال برضو واحدة قبل كده في نفس كنت قال التركة دي فقالتلي يا راشا يعني احنا كده هنشتري واحدة مخصوص يا دوب هنعمل بها وهنرميها. طب واحنا ليه نرميها يا حبيبتي اعملي بيها. اخسي لي بعد كده بيها اللحواض. اخسي لي بقى الصيراميك. اخسي لي بقى الرخام. اخسي لي بقى البوتوغاز. مش هتقول لك لا. فهم علي. لكن ان كنتي اخدها تكون مستخدمة قبل كده. واجه اخدها. لا. هتعملي بيها. جراحي بيها كعب رجلك. تمام? تمام. خسلت كعب رجلي ونزلت كل الجلد الميت وشطفت رجلي كويس جدا والحياة بقت امر خلاص هروح شطفة رجلي خالص خالص خالص. واروح تلع بقى يا نور عيني حط على رجلي اي حاجة مرتبة. عندك كريم مرتب. عندك لوشم مرتب امر قوي. عندك فيزلين امرين. قد شوية من الفزلين وعندك ملف كامل. هسيبه لك في اول تعليق بيعلمك ازا تعملي الفزلين في البيت. ازا تعمليه معطر ازا ازا تعمليه ابيض او ازا تعمليه طبي كل طرق الفزلين هزيبه لك في ملف موجود في اول تعليق. هتدهن رجلك بشوية من الفزلين. ويا سلام بقى لو انا خلال الازو بتروحي حطى بقى على رجلك فيزلين. وبتروحي لفسك كيس بلاستيك وفوق كيس بلاستيك بتلبسي شراب وبيتنامي بيها طول الليل. بتصحي حرفيا تلاقي رجلك شبه رجل الاطفال حرفيا. لان لو فيها خشونة او لو فيها تشققات كل ده هيروح معنا. مجرد اصلا ما هتعمل الوصفة دي من اول مرة. لأ نتيجتها جبارة وتنظيف رهيب لكعب الرجل. لأ ده نعاوز بقى كعب الرجلي يفضل معي طول الفترة طويلة. اللي هو ناعم يا راشا يبقى حضرتك من وقت للتاني تعملي الحركة دي. مش هتغلبك في حاجة. طلع غلاص على السرير بروح ادهن رجل فيزلين بلبس كيس قلب الشراب بروح نايمة بيها لحد الصباح. هاي تديك نعومة رهيبة جدا لكعب الرجل. اتمنى الوصفة كون نالت رضاكم. الوصفة دي جديدة محدش قبل كده استخدم النشادر في وصفات البديكير. جربيها هتعجبك جدا. شوف الفيديو التاني اللي نزل على قناة وصفة وتركيبة هيعجبك جدا برضو. في حاجات تحفة قوي. ما تنسيش اللايك يا نور عيني وما تنسيش تبص على اول تعليق. اختب الفيديو بصلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.